اشتركوا في القناة كم محمد مانع من قناة نور المعلومات التقنية في درس حصري وقصير وهو بعنوان كيفية إنشاء ملف عن طريق المس دوس أو عفوا يعني كثير مننا نعرف إنشاء ملف مثلا على سطح المكتب عن طريق مثلا نأتي إلى سطح المكتب في فراغ ونضغط على بزر الفراغ الأي من هكذا وننزل إلى ناو هنا ونختار مثلا من هنا ناو ماب نإشاء ملف أو نختار مثلا هذا الخيار الأسفل عفوا أو ننزل إلى هذا الخيار مثلا من هنا نعمل ملف أو من هنا نعمل ملف يعني مضغوط أما طريقة اليوم وهو إنشاء ملف على طريقة CMD أو المس دوس أو كما يسميها البعض الشاشة السوداء وهي إخواني طريقة جد ساهلة وبسيطة وهي تطلب إلى هضن يعني إحدى أمر أمر أو أمرين ونكون قد يعني انتهينا من استعمال ملف عن طريق الدوس ودون إطالة فندى بل الشرح أول وقبل كل شيء نأتي إلى CMD هكذا نعم عفوا إيقونت إبدأ هنا نكتب مثل CMD CMD هكذا ها هي في الأعلى ظهرت هنا إذا أردت نضغط عليها من هنا هكذا هكذا خرجت معي CMD أو الطريقة السريعة وهي موجودة على كل إصدارة الويندوز وهي طريقة يعني من لوحة المفاتيح نضغط على إشعار الويندوز ومع حرف R هكذا ها هي ظهرت معي هنا Run وعليها CMD نضغط أوقي هكذا تأتي معي CMD بطريقة سهلة وسهلة جدا هذه هي الآن CMD أو الشاشة السوداء معالية الآن ونأتي إلى هنا ونكتب CD دي مسافة ديسكتوب 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 هكذا CD ديسكتوب هادي كلمة يعني يعني كين قاصلة يعني مسافة بينهم CD ديسكتوب نضغط Enter هكذا الآن أنا من قبل كنت هنا على خيار C أما الآن فأنتقلت إلى ديسكتوب ول استعمال أو يعني استعمال أي شيء على الديسكتوب ونأتي إلى هذا الخيار ما إلى هذا يعني الخيار مثلا ننزل على الديسكتوب الآن نعلى الديسكتوب ماذا نعمل نأتي ونكتب M K M K D E R هكذا كما ترى وإنها واضحة يعني كتاب M K D E R هذا حرح نعمل مسافة ونكتب اسم الملف نعطيه اسم الملف لازم نعطيه اسم يكون له اسم مثلا أنا أكتب محمد م م م هكذا هكذا على سطح المكتب كما تنظرون الملفات معي هنا وليس عندي ملف باسم محمد run port save app with يعني كلها ما عنديش ملفات هنا باسم محمد لكن الآن لما نضغط على enter فهو الملف ينزل على سطح المكتب وشاهدوا معي ها هو نزل ملف باسم محمد على سطح المكتب كما ترون إخواني الملف الآن خاوي نفتحه هو ملف جديد ولكن خاوي كما ترون ملف ملف عفوا هذا هو الملف الآن هذا الملف يعني نقدر نضعه فيه أي شيء أي شيء نقدر نضعه فيه مثل هذا فيديو أنا جبته أظن يا فيديو عملته جديد نعمل السهب ولفت مثلا نضعه في الملف الجديد نأتي به هكذا ها هو الآن وضعته في الملف نضغط نفتحه مرة ثانية ها هو فيديو فيه 24 في برواري 2017 في نهار اليوم هذا يعني والعطبون وإخواني يعني طريقة إنشاء ملف على طريق عن طريق كيفية إنشاء ملف عن طريق CMD وهي طريقة سهلة يعني ما تطلب يعني اثنين من أمرين ديسك طوب أول وثانين أم كادير ونعطي اسم الملف هذه طريقة لإنشاء لفعا طريق الأمستوس إلى هنا إخواني ننتهي من هذه الحلقة وأقول لكم أتمنى أن تكون هذا يعني الشرح نال إعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دومتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء كان معاكم محمد من قناة نوع المعلومات التقنية إلى اللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر